تلعب لا إلا إلا الله يا ربي يا حبيبي ما تموتنا إلا ونحن نحبك يا الله إحلا ونحب رسولك الكريم يا ذا الجلال والإكلام الله يا إخواني هذا دين للسعادة هذا دين للعزة هذا دين للتمكين في الأرض هذا دين والله للإل туда سعادتك في الدنيا والآخرة أكبر سعادة أكبر سعادة بتعرف عنده سعادة نأدي الكريم بتعرف شي نأدي ابتعلم شيء السعادة النقدية فلا نحيينه حياة طيبة قلوا هذا من عمله صالحا من ذكرين أو أنت وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة اللهم ارزقنا الحياة الطيبة يا عم حياة طيبة يا أخواني بس لأهل الإيمان بعدين تنوي يجي على الأبر بقول قدموها قدموها لأنه شايف شو قدامه وعرف شو قدام الله بوارجي يا أخواني الجنة بوارجي الحور العين بوارجي الرحمات فهذه كل من عليها فان بعدين طلح الخمس كلمات أدونا خمس كلمات شو هم قال أنه اللي يأخدهم ويعمل فيهم ويبلغهم لغيره واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله صلوا عن نبي يا أخواني عن السلام قال أول إشي اتقي المحارم تكن أعبد الناس يعني اتقي إيش الربا يوعتيها في الربا بعدين أدمى صليت وأدمى حجيت وأدمى وأدمى عملت من الحسنات من فعكش ولا حاجة ها إوعتي اعرب الربا اتقي المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسمه الله لك أنا أغنى الناس يا أخواني فارضى بما قسمه الله لك هذا أغنى الناس تكن أغنى الناس وأحسن إلجاء إلى جارك تكن مؤمن وحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلم ولا تكتر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذه يا أخواني دنيا خيال هذه دنيا زي الحلم بتعديه ولكن شو أدمنا ولكن شو أدمنا قيام الليل بضويلك أبرك القرآن والله بدافع عنك والله وصل الرحم بدافع عنك والله ذكر الله بدافع عنك اسمع اسمع بدك تعرف بدك تعرف حالك إذا صلاة الفجر عليك هيني اعرف إنك من المؤمنين وإذا صلاة الفجر عليك جماعة صعبة اعرف إنه في نفاق وفي معاصي في معاصي إذا صلاة الفجر بتحول لها قيام الليل شو شرف المؤمن شو شرف المؤمن نزل أمين السماع على أمين الأرض قولوا عليهم السلات والسلات قالوا عش ما شئت يا محمد فإنك ميت وحبب ما شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجز به إن خيرا فخيرا نرجو الله خير وإن شرا فشرا واعلم أن شرف المؤمن شرف المؤمن شو يا إخواني قيام الليل وعزته استغنائه عن الناس شرف المؤمن صلاة الفجر شرف المؤمن تذكر الله صباحا مساء شو إلك أكفيك ما بينهما اسمع اسمع طلع طلع الدعاء كان كريم الله يقوله وحبيب الله آله أنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه كريم الله موسى عليه السلام كان يقول صباحا مساء اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسعيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير هذا الدعاء بخلي دعائك مستجاب من الصباح للمساء ومن المساء للصباح كيف نتوفع نقول هذا الدعاء يا إخواني في الله وما توفيقي إلا بالله إذا صليت الفجر جماعة أقول الحمد لله إذا عملت جزء قرآنك أقول الحمد لله إذا أحسنت لجارك أقول الحمد لله إذا بتحب ذكر الله أنت من المؤمنين وإذا بتحب الذكر الله فيك نفاق فيك نفاق ليش وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني فيش عندهم ذكر بعدين يا إخواني أنول بخيل اللي بسمع عنه نبي بصليش عليه وأنود تعيس اللي بصليش على النبي بعدين يا إخواني فيه أربعة اندير بنا منهم شو هم الأربعة بخشوش الجنة إلا بعد بهدلة يعني طلع الموحد إلا يخش الجنة الموحد إلا يخش الجنة أمن بعد بهدلة كبيرة شو هم الأربعة قولوا الله يعافينا من الخمر الله يجعل ما وعد فينا مدبر خمر اللهم توب على أهل الدخان اللهم توب على أهل الدخان اللهم توب على أهل الدخان يكشوا منه بدال الدخان يحبوا القرآن بدال الدخان يحبوا صلاة الفجر لأنه خبيثه طيب بيجتمعوش خبيثه طيب ما بيجتمعوه الله يتوب على أهل الدخان يا ذا الجلال والإله والحمد لله الذي عافانا من الخمر بعدين يا إخواني عاق الوالدين لا يدخل الجنة طبعا مش في أول صمرة يعني يعاود يعني بعد مهدة الكبيرة شو هي عاق والدي بقول لك اللي بنظر لوالدي نظرة رحمة شفقة الله بيعطيه ثواب حجة وعمرة تامة اللي بيقدر لهم نظرة رحمة واللي بنظر بقول وقتاش بنا نخلصوا مننا الله بيملأ عيناء نار يوم القيامة أصغر حرف شو هو أصغر حرف اللي هو العربية ولا تقول لهم كيف اللي بقول له شو بفهمك شو بعرفك هذا بيعطيه غضب الله اوعى نصيحة مني تدخن شو دام عبوك لأنه بتمرمر عليك قاعد عبوك ولو أنه عبوك بدكن كمان حبيب لك الخير مش حبيب لك الشر تعملش بلا إشي بيغضب بيغضب عيش بيغضب والديك التالي شو هو التالت قطع الرحم يا إخواني قطع الرحم والرحم مش بس عمتك وخالتك وأختك وبنتك عمك رحمك خالك رحمك عرايبة كل المسلمين القريبين منك رحمك اوعى تقطع الرحم الله بيقطعك من الجنة الله بيقطعك من الجنة والرابع شو هو الديوث الديوث الذي لا يغار على عرضه يعني اللي بيشوف بنته بيشوف مرته وبيشوف عرضه وبيشوف ولاده وبتكلمش معاهم هذا ديوث ولا يدخل الجنة ولا يدخل أنا بيقف في الحديث لا يدخل الجنة تديوث ولا يدخل الجنة قطاد شو القطاد نمام بيمسك الكلمة من هنا وبروح بقولها لغادي هذا نمام هذا لا يدخل الجنة وبعدين يا إخواني شاهد أبرين يمولعين الرسول عليه السلام واحد أجلكم الله بيبول وهو واقف بنزله أكم من نقطة في أوعي الأبر يمولع علينا ديروا بالكم يا جماعة تركوا تبولوا ديروا بالكم يا جماعة تركوا تبولوا الأبر يمولع علينا والتاني يمولع الأبر على جانيش نميمة بيمسك الكلمة من هنا بروح بقولها لغادي نميمة لا يدخل الجنة كمان الأبر يمولع علينا ندير بينا يا إخواني من القهارة ندير بينا عندك هم وعندك قم وعندك حزان خدك هالحبة الدواء صباحا مساء بعد ما تصلوا على النبي عليه السلام خدك هالحبة خدك هالحبة بس بدك حبة عن الريق وبدك حبة عند ما تنامها دير بالك تاخدش عبة الصباح وعبة المزلاء اسمع الرسول عليه السلام شوفوا من قان سبع مرات صباحا ومساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله همه وغمه وحزنه والله إذا بشيك في هذا الكلام إيمانك دور على إيمانك إذا بشيكها لأن هذه رشاة النبي هذه مش هذه الصيدلية ولا دكتور كتب لك إبصر يزبط ما يزبط هذه رشاة النبي ممنوع تشك فيها من مرة سبع مرات أنا أقول بستعدي أقولها أقولوا بستعديني شاء الله سبع مرات صباحا وسبع مرات مساءا حسبي الله حسبي آخر سورة التوبة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات سبع مرات والله كويسة طلع طلع في آية في سورة الآل عمران بتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز والحكيم أنت شو بتقول بعد ما تقرأها هذه آية 25 في آية عمران شو بتقول بتقول وأنا أشهد كما شهدت يا الله شهادة أتدخرها عندك تكرمني فيها يوم ألقوك تكرمني شو إلك يوم لإيامة بقولك الله العظيم حبيبنا تعال يا عمدي بقوله شو بدك يا رب بقولك إليك عندي أماني بدي أعطيك إياها شو بدك أكتر من هالكرامة بس قول أنا أشهد بما شهد به الله أنه لا إله الشهادة هذه أشهد بما شهدت يا الله أتدخرها عندك هذه الشهادة تكرمني فيها يوم ألقاك هذا بقولك يوم لإيامة تعال يا عمدي إليك عندي أماني بدي أعطيك إياها شو بدك أكتر من هالشرف يا جماعة أبقوله آميني اللي بقول هذا الدعاء أقوله آمين بروح على الجنة إذا بيموت في الصباح بيموت على الجنة وإذا بيموت في المساء بيموت على الجنة وهذا النبي اللي قاله مش أنا اللي قلته اللهم أنت ربي بس يخلصوا أقوله يا جماعة ابناشي نعطي للنسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي شو بأن أعطي أبوه لك أعترف بنعمتك أعترف بفضلك أعترف بجودك وأبوه بذنبي أعترف أنا مذنب يا رب أنا مأصر يا رب أنا ما أديت حق البصر ولا حق السمع ولا حق النطق ولا حق الإسناف وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت شو يقوله هذا يا حج شو إله يا حج الله يعوض عليكم يا رب الله يرحم شو إله هذا إذا مات في الصباح مات على الجنة وما ساء على الجنة اللهم أعطينا اللهم أغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا ضائبنا وشاهدنا اللهم أغفر لهم أرحمهم وعافية معافى عنهم أكرر لسنهم وصح مدخلهم وصيلوا بالماء والترجم ومن تقييم الخطايا والدنوب